اشتركوا في القناة وصل الأسبوعي معكم من خلال تقارير خاصة في برنامج دولي التلفزيون وأيضا ضيوف متخصصين في مجال عملهم نتعرف أكثر وأكثر على مجال تخصصهم خاصة وأن حلقتنا اليوم تقنية وتكنولوجية بشكل كبير اليوم ضيوفنا واحد متخصص في التكنولوجيا والتقنية تقنية المعلومات وأيضا رح نتكلم من خلاله على المنزل الذكي أيضا رح نتكلم على التداول الإلكتروني وهل كل واحد فينا بإمكانه يستخدم التداول الإلكتروني ويستفيد منه وشنو الشروط اللي واجب توافرها للشخص اللي حاب يتداول إلكترونيا كل هذا ولكن بعد الفاصل هذا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد وحياكم الله معنا في دوانية التلفزيون ضيفنا الأول متخصص في التداول الإلكتروني دايما نحن القبل الواحد اللي مثلا يتعامل بالأسهم أو حتى بالعملات يعني هو يروح مثلا البورصة أو يروح المحلات المتخصصة في تداول العملات الحين يعني مع التطور التكنولوجي ظهر عندنا التداول الإلكتروني هل كل واحد فينا بإمكانه أن يستخدم التداول الإلكتروني وهل فيه الموضوع هذا ربح وأيضا خسارة يعني هل هذا الموضوع اللي يدخل في مجال التداول الإلكتروني يحتاج إلى دورة تدريبية مسبقة أو أن العملية مفتوحة للجميع نحن من خلال شخص متخصص في هذا المجال رح نتعرف أكثر وأكثر على التداول الإلكتروني إيجابياته وأيضا سلبياته أخونا الأستاذ أحمد الموسوي محل الفني في الأسواق العالمية أهلا وسهلا فيك أخويا أحمد وحياك الله معنا الله يحييك حبيبي نحن نسعد عندما نشوف شاب كويتي محترف ومتخصص في هذا المجال الذي دائما في السنوات السابقة كنا نلتقي مع أشخاص متخصصين في الأسواق العالمية لكن الحين بدينا نشوف شباب كويتي اقتحم هذا الموضوع وأيضا أصبح خبير مثلك ومحترف في هذا المجال فأهلا وسهلا فيك أخوياك الله معنا أخويا الله يعطيك العافية ألا وسهلا فيك نتحدث عن التداول الإلكتروني بداية ما هو مقصود فيه؟ التداول طبعا عندنا مثل الفوركس هو عبارة عن تبادل عملات عملة مقابل عملة منصة؟ منصة المنصة هذه فيها كل شيء فيها العملات فيها مثلا الأسهم فيها عندك الذهب النفط والغاز فيها منصة كاملة فيها كل شيء وتقدر من خلالها أنك أنت تشتري العملة التي تبيها أو أنك تبيعها في أي وقت تبيه فهو سوق كبير ويضخب اليوم خمسة رليون دولار أيضا كمية كبيرة من الناس تشتري وتبيع من خلال هذا السوق ومشهور بشكل كبير من أكبر الأسواق الموجودة في العالم أصلا إذا قلنا تداول الإلكتروني يعني الشخص قاعد يشوفنا عنده مبلغ معين يبي يستثمره يعني شنو الخطوات الأولى اللي بإمكانه يسويها حتى يعني يستمر يعني به النجاح هذا وبالنهاية يعني يستفيد ماليا من التداول الإلكتروني طبعا أي واحد عنده مبلغ يبي يستثمر أو يتداول في السوق نفسي في فوركس مثلا في العملات أو الذهب أو غيرها أول شيء لازم يتعلم لأن السوق هو كبير وفي حركة كبيرة وفي أخبار وفي اقتصاد وفي سياسة تدري أنت هذه الأمور تأثر كلها على العملة أو على الذهب أو على السلعة اللي هو يبيها فأول شغلة لازم يتعلم يعني لازم يعرفه شيء شنو هذا السوق بالأساسيات لازم يأخذها الأساسيات يعرف فكرة السوق فكرة مشروع السوق هذا هل يعجبه طريقة التداول فيه يعرف المنصة يعرف اختيار الشركات يعرف أمور كثيرة قبل أن يدخل هذا السوق عشان لا يحطوا فلوس وبالنهاية ممكن يخسرها الشيء الثاني بعد ما يتعلم الأساسيات وإذا عجبه هذا السوق على طول يتعلم إدارة رأس المال لأن إذا أنت دخلت في سوق كله فلوس ولازم تعرف كميرا تشتريها كميرا تصرف من رأس مالك وما تقط المبلغ كله على عملة وحدة أو على سلعة وحدة وبالنهاية ممكن تخسر فلازم تعرف إدارة رأس المال الشيء الثالث والمهم هو دراستك للتحليل الفني أو قراءتك للشارت الرسم البياني لأن الرسم البياني هو سيبين لك أن السلعة هذه أن الذهب أو النفط وغيرها هل هو صاعد أو نازل أو متذبذب اليوم فتعرف من خلال الرسم البياني هذا متى ستشتري ومتى ستبيع يعني ممكن الرسم البياني سيد أحمد يحتاج لشخص متخصص أو متدرب في هذا المجال إذا إنسان عادي جدا عنده مبلغ معين يعني شلون مثلا يعني نقدر نقول نعزز الثقة في نفسه أن يعني هالمبلغ اللي هو خايف عليه يعني ودي يزيد ما ينقص أن يعني يبدأ الخطوة الأولى وهو يعني عنده ثقة أنه أمكن يعني إلى مردود إلى مردود مادي طبعا أول شغلة هو بالنسبة حق أول شيء التحليل الفني هو مصعب نهائيا مصعب وسهل وأي واحد يقدر يعطيك إياها إذا كان طبعا هذا الشخص شاطر الشيء الثاني إذا الشخص كان مبتدئ وحاب يجرب ممكن يجرب في عندك أنت حسابات أنا مثلا هالشغلة هذي يمكن في ناس وائد يخافون من سوق التداول أنه ممكن يخسر أمواله أو شغلة الحمد لله خلال السبع شهور اللي طافت أنا يمكن لقيت شغلة أن تخلي المتداول إذا فتح حساب مثلا ويانا أو أن يفتح حساب مع الشركة معنا في حسابات يسمى حسابات ماكس هذه الحسابات هي آمنة يعني ما في مخاطر ممكن تشتري أنت العملة اليوم تخليها رح تحسب ربحك وتحسب خسارتك فأنت إذا شرأت عملة معينة وعرف كم رح تخسر فرح يكون في خوف ما رح يكون في خوف لكن الخوف اللي يمتها لما يكون شيء مجهول يعني الموضوع مجهول أخويا أحمد شون عرف أنه رح أخسر رح تربح وتخسر أنه رح أخسر مثلا 100 أو 200 دينار أي في آلة حاسبة عندك الآلة الحاسبة لنعطيك إياها موجودة تحسب أنت متى دخلت السعر الفلاني مثلا شراءة الذهب في 1900 ومثلا خسارتك رح تكون إذا وصل الذهب 1850 في الآلة الحاسبة تقول لك رح تخسر أنت 100 دولار 200 دولار 1000 دولار أنت تحدد الكمية تحدد الكمية التي تبيها والآلة الحاسبة تحسب لك يعني كل شيء حاليا آلة حاسبة موجودة خلنا بالخطوات الأولى يعني شلون أنا أثق في يعني هالمكان هذا اللي بتعامل مع أنتك قبل شوي تقول لما الله مثلا المكان الآمن شلون يعني في ظل يعني اللي قاعد نشوفها الآن يدش عليك أي واحد يقول لك تداول معي لا ما يصير طبعا أي أحد يتصل عليك وأي أحد يقولك تعال فتح معاي حساب يعني بالتلفون أو يقولك أنا مدير حسابك أو أنه في فرصة والله مقوية وتعال تخل معنا وحطوا فلوس عشان تربح هذا كلام لا أنا ما أنصح فيه نهائيا لأنه ممكن يكون عملية نصب مثلا يعني وايد ناس طاحوا بهذه الشغلة في البداية عشان تحن نقول دايما تعلم في البداية لأنه في وائد ناس حطوا مبالغ ستين ألف سبعين ألف ليش اتصلوا عليهم تلفون قالوا لهم تعالوا دخلوا في فرصة حق الذهب إذا شرعتوا بالمبلغ هذا ستطلعون مبلغ الفلاني فيحطوا فلوسه ويتداول ويوصلون لها مليون يوصلون لها بس بالنهاية يعطونا شنو أنه وصل الحساب صفر ليش شون صار الصفر هذا كله لأنهما يبقون يخسرونه بالنهاية لأن الشركة غير مرخصة ولما تقول أشدخلت مع الشركة هذه يقول والله ما أدري كنت قاعد أبحث أنا في الانترنت وطاعت لهذه الشركة فدائما عشان شذي نقول في الأساسيات تعلم الأساسيات أعرف الشركات المرخصة أعرف حتى تروح أنت في الشسمة تواصل مع الناس اللي محترفين في السوق أو لهم خبرة في السوق أقول لهم شون الشركات الموجودة الثقة عشان لا تحط فلوسك وبالنهاية تخسرها هل هذا الأمر ينطبق على المحافظة يعني اللي عندهم محفظة الشخص يدير لهم الأموالهم هذه هم بعد ساغلهم مشكلة يعني إذا أحد يدلك محفظة فلازم تتعرف هذه الشركة هل هي مرخصة هل هي لها تراخص معينة في دارة المحافظة ولا لا الشيء ثاني مو أي أحد يدير محفظتك يعني ممكن حيك واحد يقولك أنا أدير محفظتك لازم تعرف أنت خبرتك في السوق معلوماتك نتائجة في السوق شنو وضع في السوق ما نعطي محفظتنا حق أي أحد إذا كان عاده متخصص أو خبرة شخص خبرة أوكي ممكن تعطي ولكن بعقود فيه ناس يعطون حساباتهم لناس بدون عقود بدون شيء فالسوق هذا فيه وائد شغلات منها شركات يعني غير مرخصة فيه ناس يمسكون دارة محافظ بطريقة عشوائية يقولك أن أنا محترف وبالنهاية هو يكون شخص عادي فبالنهاية عشان تدخل هذا السوق بطريقة احترافية لازم تختار الشركة المرخصة لازم تعرف تحط مبلغ أنت أول شيء تكون راضي عنه يعني مو بحاجة له في البداية يكون أو تكون مع مختص يكون محترف بالسوق يعطيك متى تشتري الذهب متى تبيعه متى تعرف اتجاهات السوق يعطيك تحليل كامل عشان تدخل السوق بطريقة مناسبة تدخل بعشوائية مشكلات صيرة يعني على فكرة أخوي أحمد يعني اليوم الحديث ممكن لو ناخذها على مستوى الكويت نشوف يعني الكل بدأ يسول فعليا الذهب يعني يعني يشتري ويبيع وحتى الناس العاديين يعني قاعد تشوف فوق ترى الذهب يعني نزل سعره صاعد نازل يعني هل أمور هذه يعني هل كل واحد عنده يعني مفروض عنده مبلغ معين يعني هل كثر يقدر يدش بسوق الذهب ولا بإمكانه يدش بأي مبلغين الذهب الآن إذا تريد تشتري عن طريق الالاين تريد تشتري بأي مبلغ عادي يعني من ألف دولار وفوق عشرة ألاف فوق كل ما كبرات مال كل ما كان أفضل ولكن حاليا الناس تكلمون عن الذهب لأن الذهب يعني صال من 2020 من أيام كورونا وهو حديث الناس قالها صح بكورونا وصل الذهب إلى 2070 هذه أول مرة يوصل لها الذهب من 1800 كان سعره 20 دولار وحاليا وصل 2070 فرغم قياسي ما وصل نهائيا بعدها نزل لما صار الوضع أنه افتحت الأسواق والناس قامت تطلع ويبون كاش فالذهب بدأ الطلب عليه قل نزل إلى 1600 وبعدها رجع مرة ثانية حتى تكلمت عنها في الانستقرام قلت إذا صعد الذهب فوق 1874 في احتمال يصير يوما أن ترجع كورونا أو يصير حرب هذا بالتحليل الفني لذلك سبحان الله حرب روسيا وأكرانيا في 2022 وبعدها نزل وصل إلى 2060 بعدها نزل إلى 1616 الذهب الآن نرى تضخم المشاكل التي حصلت في أمريكا والأسعار ترتفع عندهم وصل الذهب إلى 2080 أعلى سعر فتخيل خلال ثلاث سنوات هذه الذهب يوصل إلى أعلى قمة وينزل ويسعد مرة ثانية فالحديث كله عن الذهب وإن تكملة لحديثك سيد أحمد لازم يكون مثقف ملم ماذا يدور على حول العالم ممكن أن تختار الشخص المناسب مثلا لو تتابع شخص مناسب في الإنستغرام مثلا نقول وهو يتكلم عن الذهب ونتائجه تتحقق وكلامه كل ما يقول شيء يصير يصير بالواقع فممكن أتابعنا أستفيد منه لأنه ممكن يلخص لي اقتصاديا ممكن يلخص لي التحليل الفني أفضل المناطق الشرائية أفضل المناطق البيعية كل شيء يبين لي في الإنستغرام فأنا أقدر أدور على الشخص المناسب وإذا تعلمت بعد أحسن وأحسن الآن نحن نتكلم اليوم السبت لا حد أغلاق عطلة مفتوح السوق دائما يقولون ننطر يوم الأثنين عشان الأسواق العالمية تفتح مثلا إذا بدأ السعر من يوم الأثنين يستمر السعر لا متغير أول ما يفتح الناس تنطر يوم الأثنين لأن بداية السوق يعني الناس يوم السبت والأحد يمل لا عنده شيء قاعد فهو يريد السوق يتحرك كيف الأخبار يريد ساعة 12 يفتح السوق تتحرك الأسعار تتغير يومين تتغير يعني لا يكون ثابت الآن السيد أحمد يشترون ذهب هالفترة حالية الكل يتكلم عنه طبعا الذهب أنا توقعت من 2066 أنه سينزل إلى 1870 والحمد لله صار لنا ثلاثة شهور تقريبا كنا نعطلين هذه الصفقة تخلص خلصت تقريبا الأسبوع لطاف يعني من 2066 حاليا وصل إلى 1810 أمس 1810 أنا أشوف الحين وصل حق مناطق ممكن الناس تشتري الذهب إذا صعد من هذه المناطق الذهب وراح صعد فوق 1912 أنا أشوف الذهب ممكن يوصل إلى 2080 ممكن حتى 2300 فرح تكون أسعار خيالية ما أدو ما سيصير لكن أسعار عالية هل تكون المعلومات التي تقول عنها أخي أحمد يعني يكون ملم فيها أو متابع لها مثلا يعني الناس العاديين عندها دوام الصبح أو العصر أو عندها دوامين ونفس الوقت عندها مبلغ قاعد منزلة في التداول يعني شلون يعرف في أوقات معينة أو فترات معينة يخلي يعني مثلا ما تقول العين على الشغلة هذه أخي أظنك أنه يتابع السوق بشكل كامل طبعا فيه ناس تشوف نوع عين هو في السوق فيه ناس مضاربين يعني يتداول يوميا يعني يشتري ويبيع خلال الساعة تخيل يعني يشتري الحين يسكرها بربح ولكن هذه مخاطرها عالية فتشوف هذه عينة دائما على الكمبيوتر أو على التلفون ودائما متابع السوق وقعد يأذي روحها لكن فيه ناس مستثمرين وهذا الصح أنك أنت ما تتابع الشارت وايد ولكن تشتري وعلى مدى متوسط أو على مدى طويل تحقق أرباح مثل ما صار ويانا خلال ثلاثة شهور ربحنا في الدولار الأمريكي من خلال الذهب يعني فالفكرة هي أن أنت مو شرط تتابع الشارت وايد ولا شئ اسمه تعبروحك في الكمبيوتر وهذه الأمور أنت ممكن تتابع ناس معينة نفس تفكيرك يكونون محللين يعلمونك إدارة رأس المال يعلمونك الشيء الصح ما يعلمونك المخاطر لأن في ناس قاعد يعلمون أن الحين عندنا في الكويت المخاطر يعني كل واحد يوريك أرباح يوريك هذه ما أنصح فيها ولكن عشان أنت يعني ما تتعب روحك لازم مولا مولا تكون مضارب تكون مستثمر لما تكون مستثمر أمورك بالتمام يعني تشتري العملة اليوم بعد شهر شهرين أنت مسكرها بربح يكون عارض شان غزدي على فكري هل هذا الأمر حاليا يعني مثلا أنا عندي ذهب بالبيت يعني عندي بالبيت بروحك أكثر من محل مثلا روحي مباركي على أكثر من محل يعني هذا يقول لي سعر لين يعني أشوف السعر الذي ناسبني مثلا أبيع بالتداول الإلكتروني شون أعرف النهنية ربحية بالمكان بالتداول بالمنصة يبين لك الأرباح أنت كم ربحان كم خسران يعني بدلاًا أنت تروح محل محل وتشوف كم ربحك و كم خسارتك كل شيء إلكتروني جاهز يعني أنت اليوم شرية الذهب يبين لك بالمنصة أنك أنت ربحان ألف دولار ألفين ثلاثة يبين باللون الأزرق لما تكون خسران يطلع لك بالماينس عرفت فكل أكثر أنت قاعد في البيت تشتري وتبيع وتسكر صفقتك بربح تسكر صفقتك بخسارة القرار غرارك ولكن هناك ناس تحب تشتري الذهب تضعه عنده في البيت أو في البنك وبعدها بعد فترة تروح تبيعه في المحلات الذهب يعني بعد المرة في الدوانية والله أحمد معي في الدوانية اليوم قال أنا بعت أنا بيع هل هذه طريقة؟ لا هذه طريقة عشوائية أنا أشوفها يعني أشوف دائما أي أحد يجيك يقول لك اشتر أو بيع لازم تعرف ليش السبب وإحنا مشكلتنا حاليا أنت رح تفتداول يعني أي أحد يجيك يقول لك اشتر رح تشتري أنت تفكر لأنه بالربح بالربح السريع وهذا غلط لكن لما تفكر بالصفقات استثماريا أي أحد سيقول لك اشتر أو بيع ما سيقول له عطني السبب لماذا أشتري الذهب اليوم أنا عطني السبب فأنت عاده ممكن يقول لك اقتصاديا ما هو وضع أمريكا ما هو وضع الدولار ما هو وضع العالم ممكن يكلمك تحليل فنيا بالرسم الوياني فيعطيك أسباب فأنت من هنا تأخذ القرار إذا كنامة مناسب وصحيح فراح تختار الكمية الصح لأنك انت وثقت بكلامة لكن إذا ياك شخص ما تعرف أنت وياك قال لك اشتري الذهب إذا شريت بكمية كبيرة غلطت الشخص نفسه لكن إذا شخص ممعروف ممكن تشتري بكمية صغيرة أنت فالقرار سيكون قرارك ولكن بالنهاية أي أحد يعطيك صفقات أو يقولك اشتر وبيع ما تعرفه أو ما تدعي شن السبب ابتعد عنه لأن الصفقات عشوائية هل الأمر يحتاج أخي أحمد إلى نفس طويل أنا عندي مبلغ ودي أشوف الزيادة أو الربح المردود المادي سريعا في بعضهم يقولك الله روح حق الشركات الكبيرة اتصالات بنوك أجهزة أكترونية عالمية يعني دش معهم لكن هل إنسان البسيط الذي يوده بالربح المادي الذي يرضى فيه لا تقدر من تعادي تقدر حتى من خلال العملات من خلال الذهب من خلال النفط حتى الأسهم التداول ممكن تدخل بمئة دولار أقل مبلغ مئة دولار وممكن تحقق فيه أرباح يعني في ناس أنا عندي واحد مثلا بمئة دولار طبعا نحن ما بنقول وعبالهم أن الكل يصير فيها الشغلة هذه ولكن ممكن تسويها من أمئة دولار وصل ثلاثة ألاف دولار يعني من مبلغ صغير وصل إلى ثلاثة ألاف لكن بمخاطرة ممكن يكون يعني يهم هذا الشيء سواء ممكن هو غلط لكن بنها يوصل مبلغ صغير أنت مو بحاجة له ممكن تتداول فيه تشتري ويطلع أرباح منها عرفت يعني نحن نتكلم على الشغلات الإيجابية لكن الشغلات السلبية في ناس يعني باعت بيوتها باعت حلالها يعني وبالنهاية يعني خسر يعني شنو الخطوة اللي يعني بداها غلط بالبداية حتى وصل إلى مرحلة أنه يفلس أوكي أول شغلة اللي يبيع بيتها اللي ياخذ قرض أنا ما أنصح كلش الاستثمار هو عبارة عن فلوس زايدة زايدة عن حاجتك بس انت ما تبيع بيتك وتضر أهلك وتضر الناس اللي عندك كلهم فالسوق التداول أكثر الناس اللي يخسر مبالغ كبيرة بسبب أول خطوة اللي هي شنو يدخل معي شركة غير مرخصة فهذه تنصب على الشخص نفسه وتأخذ فلوسها بالكامل يعني حتى ما تداول تخيل فهذه أول خطوة أنا كنت أقولها حتى أنا صارت وياي أول ما دخلت السوق دخلت عن طريق الانترنت دورت حق شركة تداول يأتي معي شركة بويهي دخلت عليها كلمتها نصبوا علي خذوا الفلوس فمن هنا أنا عاد هنا احتريت وإلا تعلم وعلى شيء ما اعتمد عن نفسي فكانت الخطوة الأولى هذه أنا الحمد لله مبلغ صغير راح مني لكن في ناس ستين ألف سبعين ألف فعشان تذي نقول دائما أسأل قبل أن تدخل هذا السوق شوف من الشخص الذي صار له خبرة في السوق ودخل معه لا تدخل بروحك وتدور شركات بروحك أو يتصلون على التلفون ودخل ويانه لا لا تتكمل يعني كأخي الأحمد المسوي محلل فني وانت محترف في هذا المجال قلت من كورونا بدأ الناس ينتبهون حقيا مثلا الذهب أو التداول في العملات عندنا بالكويت هنا هل تحسين من كورونا لليوم يعني زاد عدد الناس اللي يستخدمون التداول الألكترون تحس يعني حتى الناس البسطاء من خلال تعاملكم معهم يعني يقدروا يدشون ويتابعون خطوات صحيحة ويمشون فيها أي بالضبط طبعا بالكويت ما شاء الله أي شيء يطلع يعني طبعا نكون دائما نحب نبحث عنه يعني ما شاء الله الشعب عندنا تذي فعندنا واحد ناس يعني صاروا وحين بالكويت في الفترة اللي طافت من أيام كورونا إلى الحين قاعد يزيد العدد أصلا فعشان شيئنا دائما نحاول ننصح لأن كل ما زاد العدد تحاتي أنت في ناس مثلا مزينين شركات غير مرخصة تحاول تضر الناس هذي فعشان شيئنا بالكويت عندنا نعم في ناس لشهم معنا تعلموا تطوروا مستمرين معنا إلى الحين وقاعد يزيد معهم دائما لكن بالعلم يعني تدخل أنت تفتح حساب وتقول أنا بصير والله ناجح لا أكيد لا لازم تعرف تختار الشخص المناسب لازم تعرف لازم تتعلم لازم يعني ما تستعلم وتدخل مع الناس اللي هم مخاطرين بالنهاية نعم أن السوق خطر نعم نعم نحن تتكلم على التداول الإلكتروني يعني هل التداول الإلكتروني يمكن أخويا أحمد ما يحتاج مثلا محل ما يحتاج يمكن يحتاج منك أجهزة يمكن تستخدمها داخل البيت ما يحتاج عمالة لكن في في المقابل شو تقول حق يستخدم التداول الإلكتروني وأيضا في ناس يحبون يعني شغلة يعني يلمسها بيدة يعني يكون عنده عمالة يكون أهو يعني بنفسها يعني هذه المشاريع هذه اللي بيدة وإننا نتكلم يعني يعني ما الفرق بينهم وشو نتنصح فيهم يعني نتخلصك الآن هو مثلا كمثال الشخص اللي يحني يريد داول بالفوركس مثلا فهو بس يحتاج لتلفون أو اللابتوب أو الكمبيوتر الكمبيوتر طبعا جداما عشان يشوف الرسم البياني أنه يحلل يشوف السوق وهذه الأمور هذه والتلفون ممكن يفتح الصفقة ويسكرها من خلال التلفون لكن اللي يحب أنه هو والله يشتري ويبيع أو يكون عنده مشاريع ثانية هو بالأخير نفس الشي هذا مشروع وهذا مشروع وهذا له إدارة وهذه له إدارة في ناس تحب والله يتابع الأخبار الاقتصادية تحب تشوف العملات وانراحة الدولر الأمريكي الأخبار السياسية يحب هذه السؤال وفي ناس لا يقولك مع أدراسي يعورني ما أريد أشوف الأخبار اقتصادية ولا سياسية وأحب أني أشتغل بمشروع ثاني فهو بالأخير هو نفس الشي لكن كل شخص لم يوله في واحد يقولك أنا مرتاح لا أدفع عجار ولا أدفع رواتب حق الناس وأنا أقعد أضع المبلغ بالكامل وأداول أشتري عملة وأبيعها بعدين وأشتري الذهب وأبيعها بعدين كله عن طريق التلفون أقل تكلفة أقل تكلفة وأنت قاعد بروحك بدون لا مكتب بدون ولا شيء وأنت ببيت لكن تحتاج منك مثل ما قلنا المتابعة والانتباع على طول حتى لا ديش فيه موضوع المخاطر صحيح في عندك مثلا الناس مثلا أبرز الأسئلة يعني اللي قاعد توصلك من الناس المبتدئين ودائما يعني ودك مثلا كشغلة إيجابية تنوى عنها وأيضا كمخاطر ودك يبتعدون عنها طبعا أنا أول شيء ودي يبتعدون عنها حاليا في الانستقرام صار الوضع مشكلة كبيرة شنه هي أن في محللين وفي ناس يقولون أنهم مختصين في هذا السوق يعني يخلون الناس تطمع في هذا السوق يحسسون أن السوق ترى سهل أنه ممكن أنا حقق مليون حقق ما أصر غني خلال لحظة واحدة وهذا الشيء أنا ما أنصح فيه ما في مشروع يكون بالسهل هذه أو ما في بزنز يكون بالسهل هذه إذا أنت تعلمت واعتمت على نفسك وطورت من روحك وشفت الناس الزينة اللي يعلمونك أكيد رح تنجح ورح تتحقق أرباح ورح تكمل بهذا السوق لكن إذا أنت بتشوف الناس اللي يهم ما يعلمونك غلط بنظام المضاربة نظام يورونك أرباحهم وانت تروح على طول تحط مبالغ كبيرة معاهم بأنها رح تكون خسارة فأنا هذه الشغلة ودي أنصح الناس فيها يعني شنو تنصح يعني حاليا بالذهب ولا الناس تداول بالعملات سذع لا أنا أشوف الذهب الذهب حركته أسرع وفي أرباح يعني حركت اللي أنا سريعة فأتيك أرباح أكبر تمام وحركتها واضحة لما أنت تكلم عن الذهب لما يكون في طلب على الذهب معناته في مشاكل في العالم لما يقل الطلب على الذهب معناته مشاكل قاعد تروح عرفت كما يقل فالذهب أنا أشوف شيء ممتاز وحتى النفط أنا أشوف هم بعد شيء ممتاز والناس ممكن تداول عليه نعم عموما يعني الاستاذ أحمد المسوي المحل الفني في الأسواق العالمية ألا أعطيك الصحة والعافية وأثريت الحلقة في المعلومات الفنية الخاصة في التداول التروني شكرا جزيلا لكم تمنى لك التوفيق وسعداء جدا أن نكون شخص كويتي متخصص في هذا المجال يكون ضيفنا ألا أعطيك الصحة والعافية بعد الفاصل هذا أيضا عندنا شخص متخصص في المنزل الذكي دارنا حقت عليها دارنا في ظلب وفصل وهل هتحتميها في ذرا نوافو مش على نخاف ولا نبالي لا فرح تحنا فرحنا ولا شكت حنا شكينا الغريب يعيش فيها والقريب يعيش فيها كل من عشب ذراها يعتبر منا وفينا عشت الدرا وهلها وعاش قلب محتويها عاشقا يدنا المفدلة مشاحلنا مشينا عاشقا يدنا المفدلة مشاحلنا مشينا يكفي لقالة وكويت ترفع الدنيا يديها يكفي لقالة وكويت ترفع الدنيا يديها البلد تبقى بلدنا وانت عبنا وانشقنا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد متواصل معاكم في دوانيات التلفزيون وممكن في بعض مصطلحات نستخدمها لكن ما نعرف شنو أصل هذا المصطلح أو شنو معناه زمينا محمود عادل من خلال هذا التقرير راح يوضح لنا شنو الفرق ما بين هالكلمات وأصلها ومعناها نروح إلى محمود عادل في كلمات مختصرة نستخدمها بشكل يومي تقريبا بس شنو أصلها يا تاري هذا هو موضوعنا اللي بنسولف عنا أكثر الحين في دوانيات التلفزيون هذه الكلمات دائما رددها من سنوات طويلة وانتشرت بيننا ولكن لو نوقف لحظة ونتسأل شنو السبب اختيار هذه المصطلحات وتسميتها خلاطيكم أمثلة على هذه الكلمات الصحافة الصفراء هذا المصطلح ظهر لأول مرة سنة 1896 والمقصد منه هو وصف نوع الصحافة التي تهتم بالعناوين المثيرة أكثر من صحة الخبر نفسه وأهميته بهدف الانتشار والبيع وسبب استخدامها للمرة الأولى كان لوصف أسلوب التنافس بين نيويورك وولد ونيويورك جونرل كيف نعلم مصطلح صحافة صفراء؟ لماذا هذه التسمية بالذات؟ صحيفة نيويورك وولد كانت مشهورة برسوماتها الكاركاتيرية التي بطلها ولد يسمى يلو كيد هذا الولد هو السبب الذي ساهم في التشارة الصحيفة وأول من وصف هذه الصحيفة بمصطلح صحيفة صفراء هو أوروين ووردمان وكان هذا في نهاية القرن التاسع عشر موسيقى 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 الباباراتسي كلمة أصلها إيطالي وجمعها باباراتسو ومعناتها في الثقافة الشعبية الإيطالية الصوت المزعج الصادر عن البعوث أو زنة الحشرات اللي لها طنين مزعج ومن بعدها صار هذا المصطلح عالمي والكل يستخدمه ويطلق تحديدا على المصورين الملاقي في اللي ينحقون المشاهير لمعرفة تفاصيل حياتهم الخاصة موسيقى 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 أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد متواصلين معكم في دوانية التلفزيون كل شكر وتقدير لزيميلنا حمود عادل على هذا التقرير متواصل معكم في دوانية التلفزيون عبر الفضائية الكويتية أمكن الثورة التكنولوجية والتقانية أصبحت تدخل في مختلف المجالات سواء الشغلات التي نتعامل معها أو أيضا نستخدمها يعني التكنولوجيا وصلت حتى إلى المنازل التي نستخدمها ونعيش فيها خلونا نتعرف على مفهوم أو مصطلح المنزل الذكي اللي بدأ ينتشر بين الناس وبدأ والناس يتوجهون إلى المنزل الذكي شنو هو المنزل الذكي ومتى يصبح بيتنا منزل ذكي شنو الأجهزة اللي ندخلها حتى يصبح منزل ذكي معانا متخصص في هذا المجال أخونا علي الأنصاري متخصص في التصميم الداخلي والمنازل الذكية أخي علي أهلا وسهلا فيك حياتك الله معانا حياتك الله يحييك شنو ناقص يصير استيديو ذكي والله إن شاء الله يتحول كل شيء إلى تحكم ذكي نقدر نحول كل شيء الإضاءة الكاميرات بس راح يزعلون عننا أخوانا المصورين نستغني عنهم اليوم صارت الأجهزة الذكية وايد خذت حيز كبير في حياتنا صار في أجهزة أدت إلى الاستغناء عن وايد أمور وفرت جهد وفرت وقت وفرت حتى مادة وفلوس صارت تحكم عن بعد في تقريبا تقريبا أغلب الأجهزة اللي انتعامل معها في حياتنا نعم يعني الحين ما شاء الله عندنا مشاريع اسكانية كثيرة وكثير من الشباب يعني الكويتي قاعد يعني يمكن يبني أو قاعد يخطط أن يبني هل يعني موضوع المنزل الذكي أصبح يعني شغلة ضرورية لازم يفكر فيها من أول يوم يخطو يعني خطواته لبناء منزله ذكية صار الآن مطلب عند ويد ناس الناس قامت التعرف عليه بشكل أكثر بالسابق كانت العرف الذي ظاهر عن السمارت هوم أو السمارت اوتوميشن أنها رفاهية أقدر أني أنا أستغنى عنها وأنها تكلفة أقدر أني أنا أوفرها لكن اليوم أصبح لا اختلفت الصورة صار فيه وعي أكثر صار فيه تعرف أكثر على الأجهزة الذكية والمنزل الذكي وصار فيه طلب وإقبال كبير عليها طبعا مرحلة متى أني أنا أبدأ أجهز بيتي أني يكون منزل ذكي أي نوع من أنواع التجهيزات الخاصة بالبيت كل ما كانت فيه فترة مبكرة كل ما كان أفضل وأوفر وأريح في التنفيذ يعني اليوم أنا قاعد أبني بيتي وقررت أني أنا أخلي بيتي منزل ذكي أو تحكم بالأجهزة الذكية فأثناء مرحلة البنيان يتم عمل التأسيسات اللازمة والتمديدات من التصميم ساد علي؟ ابتداء من مرحلة التصميم نعم ابتداء من مرحلة المخطط بعد اللي هو حتى قبل التصميم 3D أو قبل ما نحدد الديكورات لأن هذه الأجهزة ستتوزع داخل البيت المنزل الذكي اليوم يحتاج أجهزة تحكم يحتاج وحدة تحكم مركزية كل الأجهزة هذه لابد أن ينعمل حسابها من البداية وين ستكون عشان لا تتعارض مع الديكور أو التصميم الذي سيكون عليه البيت بعد التشطيب طبعاً ليس معنات هالكلام إذا أنا تعديت المرحلة هذه أنا اليوم بنت خلصت أسود خلصت التمديدات خلاص راحت علي ما قدر أني أنا أحول بيتي إلى منزل ذكي طبعاً تقدر حتى لو أنت مشطب بيتك وساكن فيه وقررت أنك تحول البيت إلى منزل ذكي أيضاً الإمكانية هذه والآلية موجودة والشركات المتخصصة بالتنفيذ عندها حلول كثيرة حق هذه الأمور تقدر تحولك البيت إلى منزل ذكي حتى بعد مرحلة التشطيب الأجهزة الأساسيات اللي لا يستغني عنها من الأجهزة الذكية المفروض اللي يقعد يبني بيتها أن يحطها داخل البيت وهو اليوم عندما نتكلم على المنزل الذكي فيه اختلاف جزئي عن الأجهزة الذكية بمعنى بمعنى أني أنا أستخدم اليوم هناك أجهزة ذكية الكاميرات الإضاءة أجهزة التحكم بالإضاءة أجهزة حتى التحكم بالستاير فأقدر أني أنا أستخدم بعض الأجهزة هذه وأدخلها في بيتي لكن هنا أنا ما أقدر أقول أني أنا بيتي ذكي المنزل الذكي هو عبارة عن تحكم كامل في كافة الأجهزة الموجودة في المنزل ابتداء من المفاتيح مفاتيح التحكم في الإضاءة مفاتيح مقابس الكهرباء أو نسميها البلاكات أو فتحات التغذية الأبواب الشترات الستاير حتى الأجهزة الإكترونية الموجودة في البيت مثل الثلاجة الغسالة المكيف كل الأمور هذه لما نتحكم فيها باستخدام الأجهزة الذكية هنا نستطيع أن نقول المنزل هذا منزل ذكي في المقابل يعني ننكر واحد إذا داشت بالموضوع هذا يفكر بالمبالغ المالية التي سيصرفها السادة علي على هذا الموضوع هذا وايد أسمع هالجملة والتخوف هذا عند وايد ناس في بعض الناس ينظرون للموضوع أنه هو رفاهية أقدر أني أنا أستغنى عنها ما حق أحول بيتي لمنزل ذكي ما كنا عايشين قبل بدون الأجهزة هذه وبدون الأمر هذا وفي بعض الناس يعتبرونها تكلفة إضافية أنا في غنى عنها فأنا ليش أقط مبلغ زيادة على شيء ممكن أني أنا أستغنى عنها والتفكيرين خطأ تماما أنا دائما أشبهها بمثال السمارتفون الأجهزة التلفونات الذكية عفوا في السابق أول ما ظهرت كنا ننظر لها أنها هي رفاهية أشتعوا تلفون في أقدرني أنا أصور وأقدرني أنا كذا ما نبحاجته أنا أبي التلفون أقول ألو مع السلامة اليوم صارت التلفونات الذكية ما نقدر نستغنى عنها ادخلت في جميع أمور حياتنا طيب لو تنظر لها من لغة الأرقام قبل عشان تصور فيديو لازم تشتري كاميرا فيديو رح تدفع فيها فلوس عشان تصور فوتو لازم تشتري كاميرا فوتو من فصلة عشان تسوي مسألة حسابية رح تشتري كالكوليتر اليوم السمارتفون اللي بمخباتنا اللي هالكبرى صار يوفر علي أني أنا أشتري كل الأجهزة هذه أصبح أني أنا شنو وفرت فلوس في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية أنا وفرت جهد أني أنا مضطر أني أشيل كل الأجهزة هذه معي بجنطة أو على ظاهري عشان أستخدمها السمارتفون حل المشكلة هذه أصبح هو مو رفاهية بالإضافة إلى أنه ارتبط في حياتنا اليومية في معاملاتنا الحكومية اليوم ارتبط السمارتفون في كل شيء نفس الكلام السمارت هوم الأجهزة الذكية أو المنزل الذكي لما تنظرنا من بعيد تعتقد أنه رفاهية وهو في نفس الوقت وهو صحيح رفاهية صحيح يسهل حياتنا يعطينا راحة في استخدام وايد أمور وتوفر علينا مجهود زائد أن يوفر علينا فلوس الصيانة يعني ما زيد علينا الفلوس يعني أنا بشخص متخصص يعني إذن في هذا المجال تمام اليوم جهاز التكييف الموجود عندك في البيت يحتاج صيانة عدل ألا ولكن بموجب جودة الجهاز اللي أنت مركبة أجهزة التكييف سنتكلم عنها مكاين التكييف إذا تعاملت مع شركة موثوقة مع براند ذات كوالي عالي فأكيد الصيانة اللي أنت راح تحتاجها أقل من أنك لو رحت على جودة منخفضة أو شركة غير معروفة نفس الكلام هذا جهاز حالة حال أي جهاز كل ما زادت جودته كل ما كانت الصيانة أقل كل ما كانت مشاكلة أقل في بعض الأحيان أنت ما تحتاج أساسا إلى صيانة لأنها العملية عملية برمجة يبقى كواليتي الجهاز وعمره الافتراضي أشكثر يعيش وهذا وارد في جميع الأجهزة لكن بالمقابل أنا لو بفكر شدي أنا اليوم جميع الأجهزة اللي عندي بالبيت الإضاءة أبسط شيء قاعد أدفع عليها فواتير كهرباء أم لا قاعد أدفع هذه فتوس اليوم بيوتنا كلها لابد أن فيه وحدات إضاءة شغالة ما لها داعي أو بغرف غير مستخدمة أقل شيء عدل اليوم باستخدام الأجهزة الذكية أو المنزل الذكي أنت تقدر تتحكم في إضاءة البيت بالكامل أنها تكون على موشن سينسور يعني لما تدخل الغرفة يشتغل الليت يلقط الحركة أول ما تطلع منها يطفي فخلاص الغرفة غير مستخدمة بلاص أنك أنت تقدر تتحكم في إضاءة البيت بالكامل عن طريق الموبايل طريق التلفون تقدر تبرمج إضاءة البيت متى تشتغل متى تطفي الشترات الستاير تقدر تبرمجها أنها تفتح الساعة سبع الصبح وتسكر مثلا ساعة ثلاثة العصر فكل الأمور هذه قاعدة توفر عليك حتى تبريد المكيف اليوم درجة حرارة المكيف لما تنضبط على درجة معينة هو قاعد يستهلك كهرباء فكل ما قلت درجة حرارة فأنت قاعد تستهدم جهد أعلى لكمبريسر التكييف أو مكينة التكييف فبالتالي قاعد تسحب كهرباء زيادة لكن لا تقدر أنك أنت تتحكم في درجات الحرارة هذه للأماكن سنقول الغرفة غير مستخدمة ترفع درجة حرارة فيها تبرمج جهاز التكييف على درجات معينة في ساعات معينة والله من الساعة 12 الظهر سنقول ليس ساعة 4 هذه سنقول فترة ذروة الحرارة أنا أبي التكييف يكون على 17 بعد الساعة 4 أبي يرتفع أنا ما أحتاج أني أنا أروح يمكن أن أكون برا البيت وهو شغار الشخص الذي يستخدم هذه الشغلات هل يجب أن يكون هو مدرب نفسه ويجب الأسرة كله الموضوع جدا بسيط تمام أي شركة سمارت أوتوميشن سيستم لابد أنه سيعلمونك على طريقة الاستخدام وطريقة الاستخدام جدا بسيطة وهو الموضوع أجهزة أنت أجهزة تحكم أون أوف وهو أريد الجهاز متبرمج وأبليكيشنز تنزل على الموبايل تقدر أن أنت تتعامل معها حالة حالة أي أبليكيشن أنت قاعد تنزلها بتلفونك أهل أطاري التحكم الأستاذ علي قاعد أقرب على المرات أن هل الأجهزة الذكية بالمنزل والله أنت مسافر برا يعني تتحكم بالبيت تتخلي حتى الجيران والناس يعني يحسون أنك أنت مو مسافر من الشترات يعني الإضاءة التي تشبه تطفي يعني تحس الآخرين أنك أنت موجود يعني صحيح الله فيها أمان وهذا يؤدينا على الميزة الثالثة أول شيء قلنا الراحة ثاني شيء توفير الفلوس ثالث شيء الأمان اليوم السمارت هوم يعطيك أعلى معايير الأمان والسيفتي ليس فقط شيء في حالة قدر الله الحرائق تسريب غاز فيه دخان طلع الأجهزة هذه كلها يكون فيها سنسرات تلقى تعطيك ألارم دايركت على تلفونك أنه فيه لا سمح الله سنقول دخان قاعد يطلع بالمطبخ فأنت هنا تقدر أنك أنت تتصرف بسرعة في بعض الأجهزة أيضا يعني متطورة أكثر أنها تعطي على طول أمرجنسي كول أو مكالمة طوارئ للعمليات أو المطافي أو غيرها أيضا هذا موجود فيها الأجهزة بلس أنك أنت تحمي بيتك من السرقة اليوم كاميرات السمارت مبرمجة أنها حتى تلقط الحركة تلقط الويه منه هذا اللي دخل على طار الكاميرات يعني كثر الحديث في الفترة الأخيرة أن حتى الكاميرات يديش فيها عملة اختراق ممكن هذا موضوع جانبي لكن أنت متخصص في هذا المجال أخوي علي مدى أمان وجود الكاميرات أو مدى أهمية أن يكون الكاميرا داخل المنزل أو حتى مدى أهمية موقعها في المنزل تمام وعيد الناس عندهم تخوف من موضوع الكاميرات تحديدا ولكن أول شيء موضوع الاختراق أي جهاز إكتروني موصول بالشبكة هو معرض للاختراق لكن إذا ما كان راكب عليه الحماية اللازمة أو حماية الجهاز برامج الحماية اللي عليه تكون ضعيفة أثنين الباسوردز كلمات السر أو كلمات الدخول اللي أنت تحطها تكون ضعيفة فسهلة التوقع أو سهلة الاختراق فرقم ثلاثة السيرفر الرئيسي المشغل للجهاز هذا هل أهو ضعيف أو هل أهو مبرمج على تقنية عالية كل الأمور هذه لها دور في عملية الاختراق فهل أنا أقدر أحمي نفسي من الاختراق أكيد طبعا أحمي نفسي من الاختراق 200% مو بس 100% اختيار كلمات سر أو كلمات أمان عالية صعب أن يتم توقعها أو صعب أنها تخترق الشركة أو الجهاز اللي أنا راح أشتري لازم أتأكد أنه ذات حماية عالية يعني ما أروح أسترخص بعدين أقول أنا والله الجهاز مالي تم اختراقها بالإضافة إلى ذلك إذا أنا عندي تخوف من الكاميرات هناك ناس عندها وسواس مهما تعطيها يعني مهما تقنعها أنه والله الموضوع أمان 100% أيضا يتم الوسواس الموجودة عندها بكل بساطة تقدر أنك تركب الكاميرات في الأماكن الرئيسية المداخل بره البيت الممرات الأماكن اللي هي ما تكشف خصوصيتك فبالتالي أنت راح تكون حتى على الأقل نفسيا مرتاح أنه لا سمح الله لو الوسواس اللي عندك تحقق على أرض الواقع فأنت ما راح تتعرض حق المشكلة على فكرة أخي علي يعني مثلا الناس اللي بان البيوتهم من زمان يعني مدى أن دخول الأجهزة الإلكترونية أو الذكية في بيوتهم يعني هل بمكان أن يستخدم كل اللي قلت عنها أم لا خلاص ما دام انت بيت يعني يعني سكنت فيه من زمان وبنية تحتية خلاص منها يعني هل العملية تختلف عن البناء الجديد؟ هي تختلف بس في نوعية الأجهزة وطريقتها نفس ما قلت لك كل شيء له حل اليوم الشركات كلها قاعدة تتنافس في المجال هذا فكل الشركات قاعدة تنتج حلول وابتكارات يديدة يعني اليوم فيه أجهزة موجودة بالسوق تركب على الأجهزة اللي موجودة عندك تحولها إلى أجهزة ذكية يعني اليوم خلينا ناخذ مثال مفاتيح التحكم بالإضاءة مفتاح التحكم بالإضاءة الموجود عندك لسويتشات إيه هي نفسها يركب عليها جهاز يحولها إلى مفتاح ذكي ونفس الجهاز هذا التلفون وتقدر تتحكم فيه اللمبات نفسها اليوم فيه لمبات ذكية يعني نفس اللمبة اللي موجودة راكبة عندك بالسقف تقدر تشيلها تركب اللمبة الذكية وتتحكم فيها عن طريق الابليكيشن أيضا بالتلفون فاليوم فيه وايد حلول بديلة يبقى عندي شنو يبقى عندي ربط الأجهزة هذه طبعا شوي يكون فيه صعوبة لأنه أنت ممؤسس من الأساس زائد أن التكاليف أكيد تختلف اليوم أنا لما أستخدم جهاز عشان أوجده كحل أوظفه عندي لأن أنا ما أسست من البداية أكيد تكاليفي راح تختلف عن أني أنا استخدمت الأجهزة من الأساس وأسست لها نعم نحن قاعد نتكلم عن البيوت القديمة يعني ومد استفادتها من الأجهزة الإلكترانية فيه واحد مثلا باني بيتها لين نص مثلا أستاذ علي فاجأ قاعد بالدوانية ولا قالوا لي ليش ما سويت شيء يعني يبدأ مرحلة مثلا التكسير وعملية مثلا أن مبالغ إضافية حتى يوصل اللي هو يبي وبالتالي نحن نرجع على موضوع المخطط من الأساس أن الواحد يعني يكون عنده من البداية تفكير بهذا المجال صحيح شوف أنا اليوم لما أكون خلص تمديداتي وبرده مدد من يد ويديد أكيد راح أفضر أني أنا أكسر فبالتالي راح أدفع تكاليف إضافية ولكن نفس ما قلت لك فيه حلول بديلة فيه أجهزة اليوم موجودة واي فاي أو وايرلس ما تحتاج أساسا تمديدات يعني جهاز يركب ويتوصل على وحدة التحكم الرئيسية عن طريق الواي فاي أو عن طريق الإنترنت أو البلوتوث على حسب نوعية الجهاز فبالتالي أنا ما راح أحتاج تمديد وايرات وما راح أحتاج تكسير فأنا راح أوفر التكلفة هذه فالحلول موجودة ولكن يختلف شنو السيستم اللي أنا محتاجه يعني مثلا أنا أبي بس تحكم بالإضاءة ولا أبي تحكم كامل بالبيت أكيد إذا أبي تحكم كامل بالبيت راح يكون العملية شوي أصعب ورح تحتاج تجهيزات أكثر يعني مدى افتراضية يعني العمر الافتراضي للأجهزة الذكية بالبيت في ظل وجود يعني شخص عنده أولاد يعني بالبيت والأولاد يعني كثرت الحركة بالبيت وممكن استخدام الخاطئ شون يعني مدى الأمان أني أنا أبي يعني هل أجهزة دوم معي مدام أنا دافع فيها مبلغ يعني كبير تمام أول شيء المبالغ التي تندفع فيها مكبيرة مبالغ منطقية خلينا نسميها معتدلة يعني لا هي مبالغ عالية جدا أو غير مقبولة ولا هي خلينا نقول يعني مبالغ متدنية يعني هي مبالغ أو تكاليف السمارت هوم ترى جدا معقولة وجدا منطقية وعلى فكرة ما تبعد كثيرا عن تكاليف الأجهزة الفعلية بالبيت يعني سعر اللمبة الذكية خلينا نقول ما يبعد وايد عن اللمبة العادية المفتاح التحكم الذكي ما يبعد بسعره عن هو شنو اللي يزيد معاك اللي يزيد معاك وحدة التحكم يزيد معاك يعني تكاليف بسيطة إلى الأجهزة المشغلة للايتمز هذه هذا الشغلة شغلة ثانية موضوع العمر الافتراضي أي جهاز نفس ما قلت لك كل ما زاد الكواليتي ماله وجودته عمره الافتراضي أكيد يكون أطول لكن إحنا لو بنتكلم مبدئياً هو أساساً الأجهزة الذكية غير معرضة للتلف لأنه ليس جهاز يبذل جهد كهربائي عالي هي عبارة عن مفاتيح تحكم تتحكم بالأجهزة اللي موجودة عندك أنت اليوم خلينا نقول الإضاءة اللي موجودة كواليتي الإضاءة اللي عندك اللمبة كثير المفروض تعيش عشر سنين راح تعيش عشر سنين السويتش اللي يشغلها ما راح يخترق عرفت الشوان يعني السويتش نفسه غير معرض للتلف كثير من اللمبة معرضة تحترق فالعمر الافتراضي طويل جداً قد يصل إلى يعني عشرين سنة أنا ما قدر أحدد مدة معينة ولكن يعني ما سمعنا أن فيه أحد ركب سمارت هوم بعد سنة سنتين ثلاثة والله صار فيه مشكلة واخترب عرف الشوان أكيد يعني بما أنك أستاذ علي متخصص في التصميم الداخلي ونحن قاعد نتكلم عن المنازل الدكية يعني أكيد لك تطلع على مستوى العالم وين وصلت التكنولوجيا قاعد نشوف مثلا يعني الحين سيارات على البطارية اللي قاعد تمشي يعني هل هذه الأمور مثلا أنه بعد فترة معينة أنه والله راح تدش تكنولوجيا معينة يعني أقل تكلفة ممكن نستفيد في في النقاط الكهرباء مثلا نقاط الشحن اليوم سوق السمارت هوم تحديدا أول ما ظهر كانت تكاليفة جدا عالية مع مرور الوقت ومع زيادة الشركات قام يزيد التنافس قامت الزيد الإنتاجية فيه لأن الطلب زاد عليه فبالتالي الأسعار بدأت تتقل واليوم الشركات تتنافس مع بعضها منه يقدم أعلى خدمة وأعلى جودة بأقل سعر فأنا توقعاتي أن اليه جدام شوية راح يصير السمارت هوم متوفر في جميع المنازل وبكل سهولة وبتكاليف يعني لا تذكر راح يكون شيء عادي وسعره جدا عادي وهو حاليا ترى يعني أرجع ويقولك هو تكاليف السمارت هوم ما هي عالية بس جدام أنا أتوقع أن هي راح تكون شيء خلاص أساسي موجود من ضمن البيت أنت قاعد تبني بيتي خلاص على طول مثل ما قاعد ترتب لتجهيزات الديكور الأسقف الحوائط الأجهزة الكهربائية أيضا السمارت هوم راح يكون أحد البنود اللي يعني أنت مرتب لها من ضمن البيت نعم شلون كبار السن مثلا أو أخوانا من ذوي الأهقة يعني في الناس عندهم يعني الناس يحتاجون إلى مساعدة الآخرين شلون نخلي التكنولوجيا أيضا يساعدهم بالبيت وأيضا يعني يستفدون منها التكنولوجيا سواء كبير في السن أو من ذوي الإعاقة كبار السن أو ذوي الإحتياجات الخاصة هم أكثر ناس ممكن يستفيدون من السمارت أوتوميشن لأنه عنده كل شيء قاعد يتحكم فيه عن بعد سواء كبير في السن أو أخوانا الذوي إعاقة حركية أو غيرها فأنت اليوم قاعد تتحكم في كل البيت تشغل الليتات تسكر الليتات تشغل التلفزيون تطفي إلى آخره كل هذا وأنت قاعد بمكانك عن طريق الجهاز أو عن طريق الموبايل أو عن طريق جهاز التحكم عن بعد وإلى آخره فبالعكس الأجهزة هذه تخدم الشريحة هذه بشكل جدا كبير كمصمم الداخلي نبي يعني شغلة تعطينا إياها يعني أقل تكلفة وفيها رفاهية شنو الشغلات الأساسية اللي بإمكاني أحطها بالبيت أنا وأحس أن يعني في منزل ذكي يعني تمام أول شيء تحكم بالإضاءة هذا أكثر شيء أول شيء يستهلك كهرباء في بيوتنا لأننا عندنا وايد ليتات في البيت وممكن لها قاعد تستخدم فبالتالي أنت لو تحول التحكم بالإضاءة إلى تحكم ذكي فوايد رح توفر فلوس ووايد رح يكون فيه راحة وسهولة في الاستخدام أثنين التحكم في الأبواب أو الأبواب الذكية هذا يعطي أمان عالي يعطي تحكم من اللي يدشي البيت من اللي يطلع عنده بره البيت مثلا ممكن تعطي الباسورد حق الشخص اللي يدخل بيتك إلى آخره ثلاثة أجهزة الإنذار والحماية سواء للأبواب أو للشبابيك إذا تم فتح أي باب أو شباك يوصلك على العرب زائد الحماية ضد أو مكافحة الحريق نعم كل الكلام اللي قلتها في النهاية السادة علي نقصد المنزل الذكي أنا أقل التكلفة سواء للناس اللي تكلمون عنها الكهرباء والماء هذا أهم شيء اللي الناس اللي يحرصون إنه يخففون يعني أو يقللون من قيمتها يعني لو حسب تكاليف الفواتير الكهرباء اللي قد تدفعها على مدى خلينا نقول عشر سنوات راح تلاقي المبالغ المدفوعة على الأجهزة اللي غير مستخدمة فعليا مثل إضاءة وغيرها وغيرها راح تلاقي أنت دفعت عشر أضعاف الأجهزة الذكية اللي أنت من البداية قد تعتقد أنك راح تدفع عليها تكلفة تقدر توفرها لا بالعكس أنت ما قد تتوفر أنت قد تخسر الفلوس عمو من الله أعطيك الصحة والعافية المهندس علي الأنصاري متخصص في تصميم التصميم الداخل والمنازل الذكية شكرا جزيلا لك وشرفتنا اليوم وسعداء جدا بوجودك معنا أخي علي شكرا لكم وأنا أسعد وشرف لي أعطيك العافية بما أنا قاعد تتكلم عن الكهرباء والماء بنروح إلى أقدم سبيل عندنا في دولة الكويت السبيل بندعيج الموجود في المباركية ومشهور جدا زميلتنا فاطمة الصايغ ممكن عندها تقرير حلو مميز عن هذا السبيل الروح له مستحيل تمشي بشارع من شوارع الكويت وما تلاقي سبيل للماء واليوم نحن بين دروازة عبد الغزاق وسوق بندعيج وهالمكان دليل على إحسان الناس وهذا الشي موجود تقريبا من قرن ونص سبيل بندعيج أول وأقدم سبيل ماي في الكويت عبد العزيز محمد بندعيج رحمة الله عليه هو أول من أنشأ هذا السبيل في سنة 1876 وتحديدا في سوق للمباركية اللي كان وقتها واحد من أهم الأماكن الحيوية في الكويت وما زال قصتها بدت بسبب طلب العابرين المتزايد على شرب الماء في الأجواء اللي كانت ويد حارة وكان بيت بندعيج هو أكبر بيت في المنطقة وسمات أهلة بشرب العطاء اللي كل شخص يطق باب بيتهم ومع تزايد طلب الناس للماء البارد قرر صاحب البيت إنشاء أول سبيل لوجه الله تعالى مع العلم أنه ضيق بيته واكتص جزء منه علشان يبني محلات تجارية وإيجارها يروح للسبيل موسيقى موسيقى عمر السبيل 147 سنة مع مرور كلها السنين الطويلة إلا أن ليل يوم عشرات الناس يستخدمونه يوميا ولو تلاحظون وجود برمة الماء ليل يوم هذا وبالضبط كان شكل المكان لأنه بعد الترميم حافظوا على شكل المكان وعلى طراز القديم بشدة وصلنا معاكم إلى ختام برنامج دوانية التلفزيون كنا معاكم طوال الساعة الكاملة عبر الفضائية الكويتية التقينا مع أخونا أحمد المسوي تكلم على التداول الإلكتروني وكيفية التداول فيه وهل كل شخص بإمكانه أن يستخدم التداول الإلكتروني خاصة في مجال شراء وبيع الذهب أيضا أخونا علي الأنصاري تكلم عن المنزل الذكي ومتى الواحد يبدأ يفكر في استخدام الأجهزة الإلكترونية والذكية داخل بيتهم بالإضافة إلى تقرير عن سبيل بن الديج مع زميلتنا فاطمة الصائغ وزميلنا أحمود عادل تكلم على المصطلحات والمعاني الكويتية التي نستخدمها ولكن غايبة علينا إن شاء الله لسبوع المقبل يكون عندنا لقاء آخر يجمعنا معكم عبر الفضائية الكويتية هذه تحية حلوة من جميع الزملاء في مختلف التخصصات في البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة